السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل معكم مساق التشراعات العالمية وقد تكلمنا عن جرائم التحريب العلني وهي أولى جرائم التي ترتكب عبر الصحافة وزي ما قلت لكم احنا بننوه لكم من خلال هذا الشرح نتكون حرصين ان ترتكب هذه الجرائم وتكلمنا عن التحريض على قلب الحكم وقلب الدستور وقلنا في تحريض لازم يكون فيه له نتيجة حتى تعاقب أو تقع الجريمة لازم تكون فيه له نتيجة أو أثر زي ما قلنا انه انت أو الصحفي بحرط وتقوم الناس أو الناس اللي موجه الى الكلام بالحرق أو بالغتل أو بالتخريب وتكلمنا واليوم قلنا هنتكلم عن جريمة تخريب أو اتلاف الاموال في فلسطين نص القانون المطبك في فلسطين إن كان في الضفة أو في غزة على هذه الجريمة وطبعا المشرع بيحاول يحرص على توفير أكبر قدر من الحماية للحكومة واموالها وهذا الحرص أعتقد أنه أوقع المشرعين في التكرار فأننا نتصور أنه كان يكفي ما ورد في المادة تسعة وستين قانون العقوبات المطبق في غزة والمادة مية وتسعة وخمسية من القانون المطبق في الضفة الغربية فقد جاء في هذه المواد تجريب كل أفعال الأعمال التي تدعو إلى قلب الحكومة أو الدستور بالقوة أو التخريب والعنف فهذه العبارة تكفي لأن تجرم أي تخريب أو اتلاف الاموال لكن هو نص على هذه الجريمة في مادة خاصة إحنا من المعروف أنه تخريب واتلاف الامواليات ضمن أعمال التخريب والطورة والعنف المستخدم لقلب الحكومة والدستور علشان هيك قلنا مفترض أنه ما نصش عليها الخانون كان استكفى في المادة اللي إلها علاقة في التخريب في خلب الحكومة أو الدستور علشان هيك المشرع المصري المشرع المصري الخانون تابعه أحدث منا لم ينص على هذه الصورة من صورة التحريض أو الجريمة يعني لأنه استكفى بما ورد في المادة مئة واربعة وسبعين لأنه زي ما قلنا تخريب لموال تلافها يدخل ضمن إطار المادة مئة واربعة وسبعين والمواد الخانونية ذكرناها في غزة وضفة وركن رغم ذلك أن المشرع المصري ذكر صورة الثالث هي التشجيع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جنيمة من الجرام المنصوص عليها في الفقرتين السابقين دون أن يكون خاصة الاشتراك آآ مباشرة في ارتكابها ويقابل هذه المادة آآ واحد وسبعين من قنون العقوبات المطبق في غزة والمادة مئة وواحد وستين المطبق في الضفة الغربية. أنا هذي المواد بتقول كوية اللي بدو يفهم يفهم لكن مش مطلوب معاك بالآآ آآ يعني أنا هحتل لكم إيش المطلوب زي ما فهمتكو أنا في امتحان نصف الفصل في راح تلكو كل حاجة لكن آآ جبنا امتحان يتناسب مع آآ دراستكم العلاة آآ الأكدامية أنتوا طلاب إعلام على الرغم وقلون لها لكو في كلية الخانون في كلية التجارة بعطوهم القانون التجاري بحث وأذقل من المادة هذه وفيها قوانين ومصطلحات وأشياء يعني الصراحة آآ متعبة للطالب ولا بيجي فيها مسلا الدخطور بخفف من المنهج والهاجة وأنه الكتاب خمسمائة صفر لكن احنا آآ أنا اللي بهمني يعني صراحة مش كترة الكتاب أو قلته أو مسلا آآ أنا اللي بهمني أنك تفهم أنه فيه آآ في حياتك العملية أنك تفهم أنه فيه شغلات ممنوع تتجوزها أو منوع ترتكبها أو ممنوع تحكي عنها آآ فبهمني أنك تفهم مثل أنه فيه جريمة اسمها جريمة تخريب آآ أو تلاف الأموال في فلسطين أنه أنت ما تحرضش يعني المقصود هي أننا احنا منحكي عن جرام التحريض ما تحرضش على تخريب الأموال في فلسطين أو تلافها وقلنا الأموال يعني المباني الحكومية هذا أموال العربيات تاعت الحكومة أموال المؤسسات العامة أموال فهي المقصود ليس الأموال يعني المقصود الفلوس طيب آآ آآ من الواضح أنه القوانية المذكورة حاول زي ما قلنا فوصيل حماية للدستورة ونظام الحكمة أو الحكومة ولذلك فهو يعاقب على كل من يشجع ويؤيد خلب الحكومة أو نظام الحكومة أو خلب الدستور أو تغييره عن رامل لذلك يعد ضروجا أو يتعارض مع القواعد العامة في الاشتراك التي تأبى أن يكون الإنسان مسؤولا عن جريمة عن جريمته ولم تتجهنيت الاشتراك فيها وقزل الاشتراك مباشرة في ارتكاب الجريمة ولذلك ولكن من الواضح أن المشاركة المصبورة كان يرغب في عدم افلات الجاني الذي يشجع ماديا أو ماليا على ارتكاب تلك الجرام بحجة عدم انطلاق قواعد الاشتراك في الجريمة عليه يعني احنا حكينا عن في الجرائم اللي ينتج عنها اطر او نتيجة قلنا انه المحرر بيكون شريك والشريك عقوبته زي الفاعل اصلي اه هنا برضو هو كل الفكر انه بدلوش الجاني او الصحفي او اي انسان اه يعني المقصود العلم كل خاص مش الصحفي بس ايا المقصود وسائل الاعلام ايا واحد بس يعني هو بهموش ان انك صحف ولا غير صحف المشرح بهم انه اه بهمو الوسيط الاعلام لان الوسيط الاعلام هي الخطير هي الاداء اللي انت بتنجل او غيرك تنجل رأيه للناس لانه من خلالها بوصل رأيك للناس او رأيه غيرها فاي انسان بيستخدم وسائل العلنية هي وسائل الاعلام وغيرها اه بالدعوة للتخريب فهو اه يعتبر مجرم في اه نظر المشرع وقلنا هو بيحاول جدر الممكن ينص على مواد بزيادة زي النص المادي هذا اللي احنا قلنا كان مفترض ما ينصش عليها عشان الانساء عشان ما يفلش الجياني اتلاقي كل النصوص وتنطلق عليه طيب في انا اه المادة واحد سبعين وهو مية واحد ستين من القولين مطبق الفلسطين لم تنص على المساعدة المادية والمالية كما فعل المشرع المصر صراحة لكن هذا يفهم من عبارة بأي وصيلة اخرى التي جاءت من المادتين بعد الطرق التشجيع التي وردت بهم وهي الخطابة والكتابة ولذاك تتصور ان خلاف ما بأه لذاك تتصور ان هناك خلاف بينما جاء بادي الخنونين القول المصري كما ان هناك تشابه اخر انا متصور انه لا يوجد خلاف المتصور انه انه يوجد خلاف بين الخوانين لكن لا ما فيش خلاف لانه قلنا المشرع الفلسطيني اه ذكر اه في نهاية لص المادة واحد سبعين ومية واحد ستين بأي وسيلة يعني احطاط لانه مش بالضروري المشرع حدا احنا لو كان في وجهة كان نقولنا لكم عن وسائل العلانية اللي تركناها اه المشرع مش لازم يذكر كل الوسائل اللي انت بتستخدمها في جريدها لانه اه يعني مسلا زي الاعلام يعني اه مسلا في المواد الخانونية البتنص على جرام الاعلام او على وسائل اه التعبير او اه وسائل العلانية بقول لك مسلا الراضي والتلفزيون والصحيفة والوسائل التقليدية وبأي وسيلة طيب هو ما ذكرش وسائل ما ذكرش الانترنت مسلا ما ذكرش الفضائيات لانه ما كانش موجود هذا الكلام في فترة لكن هو بعرف المشرع المشرع هو بنادم يعني وبعرف انه الناس بتطوروا ممكن ازا احنا موجودين الحين بنعرف انه ممكن كمان عاشرزين يطلعوا مسلا تلف تلفون يعمل شغلات كتير احنا نتوقع حاجة فهو المشرع بحطات للكلام هادو فبعد ما بكتب مسلا اه انه يجرم التحريض عبر مسلا الكتابة والصحيفة والراديو ومشاهدة بقول باي وسيلة اخرى اه اي وسيلة اخرى بتاخد نفس الحكم يعني بتنخل الشيء من الحالة السرية للحالة العلنية انه الناس يعني بتعرف يعني هو وسيلة للنشر كل وسيلة بتنشر اه الخبر او كلامك او مسلا كتاب تاك خلاص هذه تعتبر اه وسيلة من وسائل التعبير او وسائل الصحافة فعنشان هيك هو دائما تلاقي في بعض النصوص تلاقي مسلا بكتب باي وسيلة اخرى خوفا من انه يصير اه اكتشاف لوسائل تكنولوجية جديدة او وسائل اه اخرى يتم اه عبرها اه ارتكاب الجريمة زي مسلا نقول اه جريمة العضاء البشري مسلا مسلا كان في الفترة السابقة مسلا اه اه يتم عن طريق شغلة معين اليوم مسلا صار تطور مسلا عن مسلا تجارة المخدرات مسلا تجارة الاوراق المالية والتلاعب فيها التزييف يعني التزييف مسلا اليوم التزييف في العملات صار الف نوع اه يستخدم في عملات التزييف وبقدرش تذكرها بذكر واحد حالة حالتين لكن بيجي في النهاية بقول بقى يوصل لكم ان شاء الله تكون بس سمتوا اه ايش انا بكسو طيب تتفق دي المواد اه يعني سبوكم من الخلافة من المواد اه تتفق دي المواد في ان الجان لم يحرد شخصيا على خلب نظام الحكم او الحكوم بالضحرية سواء بالاتفاق او المساعدة لانه شرط الاعقاب في حالة الاشتراك ان تتم الجريمة بناء عليه ولكنه يؤيد خلب النظام ويشجع على ذلك سواء بعون مالي الى صحيفة او الى اشخاص او من شأن ذلك العون العمل على قلب الحكمة او نظام الحكم او نظام الحكم وفي دي الحالة يجب ان يتغفر رقع المادي لهذه الجريمة اي تتحقق هذه الجريمة وبجرد ارتكاب النشاط الاشرامي المكون له حتى لم يكن هناك نتيجة او اثر اشرامي لهذا النشاط تجدر الاشارة كمان او ايضا المواد المذكورة اتفقت على وسائل التجهيع المادية والمالية ولكن اا زي ما اتكرنا الخنون المطبك في غزة والخنون طبك في الضفة لم يذكر الا وسائل التعبير مثل الكتابة او الخطابة وكما يبدو جاءت زي ما قلناك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر يعني هو حكاهنا على سبيل المثال يعني بمعنى اي شيء ممكن ينقل فكرتك ورأيك للجمهور اي وسيلة جديدة غير المذكورة بتقع الجريمة في هناك مواد خانونية بيبقى المشرع اا ذكر وسائل وسائل ارتكاب الجريمة على سبيل الحصر فبتقدرش انت بيقدرش القاضي او نيابي على حبوب لكن اا في جرائم ذكرها على سبيل الحصر زي ما قلنا لما اا ذكر الكتابة والخطابة وذكر بالنهاية باي وسيلة اخرى هذه اا على سبيل المثال بمعنى زي ما قلنا لكم اي وسيلة ممكن زي الانترنت الحين قلنا لكم ما تمش او النص على الصحافة الالكترونية انه هي ضمن الوسائل الذي يجرم اا المشرع مرتكب الجريمة اذا استخدمها في نشر اذكاره لكن هي موجودة لانه قال باي وسيلة اخر اي انا اللي بدي يكتب فهمه انه ان الصحفي لازم ياخد بانه اا عند التحريض على مؤسسات الدولة اا المؤسسات الدولة هذه اموال تعاد اا ان كان عربيات المباني هذه كلها اموال اا عشان ما يجعش او تطبخ عليه اا هذه الجريمة او هذا النص الخانوني الركن المادي احنا قلنا لكم الجريمة ركنين لازم يتوفر حتى تطبخ الجريمة او تقع الجريمة الركن المادي قلنا هو النشاط الذي يتيه المحرض والمتمثل فيه نشر امر من الامور الذي تعد من خبيل التحريض على تخريب الاموال او اتلافها او مثل الدعوة يعني احنا اخوان ما انتم شايفين انا لما نقول الدعوة دوعا عبر ايش حسين يعني لازم عبر وسائل من وسائل العلنية اللي هي يعني وسائل الاعلان والتشجيع والتحريض اذي كلها شغلات اا بيقول هاش الواحد لنفسه يعني او باستخدمها لنفسه لا اكيد بتقول موجهة للجمهور وتتوجه بشكل العلنية طيب قلنا اا هو النشاط الذي المحرض والمتوتل في نشر امر الامور التي تعد من قبيل من قبيل التحريض على تخريب الاموال او اتلافها قلنا الاموال زي ما انا حذكر متل الدعوة لتدمير الجهو هذه اموال دولة والكبارة هذه اموال كلفت الفلوس كتير ولدات الكهرب محطات المياه تدمير المماني اا الموانئ استطاع على خوافل التجارة الحكومية هذه كلها اموال هذه ممنوع انك انت تتحرض على تدميرها او اتلافها اا واشترض كما جاء في الخنون ان يتم تلك عبر وسائل العلنية الخوانين كلها اللي احنا ذكرناها فقالت ان هذه الجريمة بتقى ايش الا عبر وسائل العلنية ما فيش علنية ما فيش جريمة اصلا كل ما يميز جرائم الصحافة هو العلنية يخدين بانكم ان الجرائم تقى علنا علنا يعني الناس بتعرفها بتعرفها عبر استختابة كوسيلة من وسائل الصحافة الجريمة من الجرام العمدية يعني انت قاصد او متعمد انك ترتكب هادا الجريمة مدام من الجرام العمدية يجب ان يتوافر القصد الجناعي العام والمشرع او القاضي بفترض هذا عندك مدام من الجرام العمدية بفترض عندك بدون انت تقول اه تقول لا او غيرك يقول اه يقول لا افترض عندك القصد الجناعي مدام هي من الجرام العمدية. طيب مدام من الجرام العمدية يعني لازم يتوفر عندك العلم. مضمون العبارات والمقراء والمقالات والخطب. وان يكون لديك او لديه ارادة النشر. يعني مش مسلا انت اه كتبت المقال وما نشرت وشرح واحد نشره عنه. انت كتبتو ايك زهجان وقرفان من هالبلد ومن حكومة وما نشرتوش. يعني اه بتفتفض او زهجان وبتكتب على هالورقة وبرتشتنشوه. واجه واحد نشره عنك. خلص انت بتقعش عليك اه انت بتكونش مرتكب الجانبان. لانو انت ما عندك ايش رادة لان نشر. فانت عشان تتعاقب وغيرك تعاقب لازم يكون عندك عنصر او ركن المعنوي بتوافر شغلتين. العلم انت عارف ايش بتكتب وفاهم الكلام هادا هيؤدي لجريمة. وكون عندك رادة. لكن انت روحت كتبت زهجان وتعبان وقرفان من هالبلد. عندك مشكلة خريج وقدر تشتغل. وقلت انا الله هاد البلد بتها تخريب وبدها تكسير. وكتبت مخاله وجيبت قصص وحردت. وقلنا ايه حطيته في الدرج وم بتكاشتنجر. اجي صاحبك ولا اخوك نشره. انت بتقعش عليك الجريمة. بتقع عليه الجريمة هو اللي نشر المخال. طيب واحد بقول لك يعني ممكن يعني انا اوديها لرئيس التحرير. من خدمالك اول جريدة تنشر. هالجريدة النشط برضو حتى تتعاقب ونت تتعاقب. يعني ايه اصحى تفكر يعني انت في ده هجيب رئيس التحرير. مين النشر انت بدوش اتعرف عليك وباخد العقوبة. طيب العقوبة. اه كما جاء بخانون مطبق في خطاق غزة مدة ثلاث سنوات وغرامة مية جنيه يبطي يبحكمه بالثلاث سنوات او بحكم بالمية او بحكمه بكلت العقوبتين. العقوبة المقررة لهذه الجريمة اه في الخانون المطبق في الضفة الغربية الحبس مدة لا تزيد عن سنت. يبقى الخانون المطبق في غزة كان اصعب واشد في النص على ايه? على العقوبة. انتو شايفين يعني حجم الاحكام والعقوبات في في جرام الصحافة? لانه المشارع بفترض انه هذا الصحفي او الصحافة الى كلمة جوية في الشارع فممكن تجلب البلد. فعشان هيك بتشدد اه في العقوبة. احنا صراحة. قلنا لكم بالبداية احنا ضد عقوبة الحبس. مفضين بالكم احنا مع اخوه الرغم انه هذي اه خضايا بتمسأ من الدولة واستقرار الدولة والسلم الاجتماعي لكن انا برضو ضد استخدام العقوبة الشديدة والحبس. لانه يعني ممكن انسان يغلط انسان يكتب مناش ندمر مستقبله في الحبس ونمنع الصحفين انهم يكتب لانو العقوبات الزيادة بتخوف الناس وصحفين بصبح لديهم مانع من الكتابة نتيجة الخوف. فاحنا لا احنا محتاجين الصحافة تكتب. والغلط يعني لو كان عقوبته مدنية او مالية بتكون اخفه احسن. طيب من صورة من صور التحريد العلني كجريمة مستخلة. جريمة تحريد الجند على عدم الطاعة. يعني تحريد الجيش والشرطة انه ما يسموش كلام الحكومة. قلنا قبل هيك انه في فلسطين الخوانيين طبق فلسطين لا تتسم بالصيغة والترتيب. الذي عليه مواد قانون العقوبات. لكن سنحاول الكشف عن هذه الجرامة والافعال ذات العلاخة التي تقع من الصحفيين. سنتناول اجزاء وفقرات من بعض المواد كما نس على تجميع عدة مواد حتى نصل الى تشكيم اجزاء الجريمة. قلنا لكم احنا اتغلبنا وتعبنا لما اه اعرفنا اه نطلع هذه الجرائم من خانون العقوبات تعخز وتعض نفة لانه هذا خانون اه بالاساس خانون برطاني. وكان بحاول انه الصحافة والناس العاملين بالخانون اه ما يعني ما ما ياخدوش باله من هذه النصوص حتى لو وقع واحد في فعل غلط او وقام في فعل غلط ما ياخدش باله ويتعاقب اخوه بشديدة عشان غيره يخاف. طيب. طبعنا بخلاف القانون المصري قلنا لكم لنص على اه 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 اشعة اه الذي جاء القانون مرتب انه واكب الحداث صغير عن قانوننا طيب المخصوص في جريمة تحريض الجند على عدم الطاعة. يخصر بذلك. تحول عن اداء الواجب العسكري. يعني انك انت تبطل تسمع كلام المسؤول عنك او تنفيذ الاوامر الصادر اليه. اليك. ان كان بواجهة العدو او اعمال اخرى من صميم عملهم. او تسليم مواقعهم بدون اذن الى الاعداء. او الانسحاب من المواقع بدون اوامر تصدر اليهم او عدم تنفيذ اوامر صادر اليهم بحفظ الامن والنظام داخل ما. يعني ما فيش حد من الصحفين بدعوا لعدم مواجهة العدو. لكن هذا كلام كله نحضش هو مهمه اخر شيء. اه عدم اه اه عدم سماع الاوامر اللي تصدر ليه بحفظ الامن والنظام الداخل البلد لانه هذا احتلال. وكان خايف الناس تقوم عليه. فمهم الفقرة هذه. طيب. لكن احنا اه يعني خنونا نوصل نص عليها ايضا. اه وكل قوانين العالم نصت على هذه الجريمة. اه. العلا من تجريم تحريض الجنب. يعني فيش قلنا لكم فيش نص. اه خانوني. او فيش جريمة اللي لا يكون في غاية من وراها. يعني ما كتب هاش المشرع للهي. يعني في غاية. يا حماية الانسان. يا حماية روحه. يا حماية ماله. يا حماية شرفه. يا حماية المباني. يا حماية الحكومة. يا حماية البلد. يا حماية السلم الاجتماعي. في غاية. طيب الغاية. من هذه الجريمة. ننص عليها هذه الجريمة او تجريم تحريض الجند على عدم الطاعة. انو هي لاثار خطيرة. يعني تترتب عليها حالة تمرض وفتنة. اه. والدعوة لعدم الطاعة والانساع سيولد حالة ترباك وتمرض في البلد. مما سيهدد النظام العام في الدولة. كما سيهدد النظام العسكري الذي يتصف الانضباط والجدية. ويضعف قوة الجيش. صحيح. كل هذا الكلام صحيح. مما سيؤثر في قدرة هذا الجيش على توفير الحماية لامن البلد. من الداخل والخارج. يمكن احنا صارت عندنا يعني صراحة اه قبل الانقلاب او الانقسام كانت فيه دعوات اه من هالموضيح هذه بطريقة غير مباشرة منو عدم نصياع للسلطة الفلسطينية واوامر السلطة الفلسطينية. وفعلنا ما صار الانقلاب كتير ناس من الجيش والا والشرطة ما سمعوش كلام الزباط والمسؤولين لانو كانوا معبيين تعبية تعبية خطيرة من قبل من قبل اه حركة حماس او مين شارك بهذا الانقسام والانقلاب عبر الجوامع. اه فهذه الحالة كانت موجودة ان صراحة حتى لانه دم تكفير السلطة واتباحها وجيشها وشرطتها. فصار لما صار الانقسامة والنجوب على السلطة كان فيه تراجع وعدم انضباط اه من اه الجيش. احنا نضر لكم امثلة حية الرمالة بحبش اتدخل في المسائل السياسية. لكن هذا اللي صار اه عنا يعني نضر لكم مثل حي. وطبعا هذا مستخدم حتى يعني في كل دول العالم. اه لو المعارضة مسلا بدها تنقلب على الدولة بتبدأ التحريض. والتحريض مش انتو بتفكر يعني انو الواحد بحرد يعني كنتين تطلع الناس بتنقلب على طولة التحريض بيقض عشر سنين وعشرين سنة. حملات هذه بتكون حملات. بس في الناية بتأتر شوية شوية بتأتر في واحد وتأتر في عشر وبتأتر في عشرين وتأتر في مين. لما توصل لحالة الانفجار. ضيئ. اه. اه. من الخنون المطبق في غزة. هي تنصت المادة ارمعة وخمسين منه. كل من حاول تحقيق اي غاية من الغيات المذكورة فيما يلي. وهي اغواء احد رجال القوة العسكرية او احد افراد قوة البوليس على الامتناع عن اداء وظيفته او الانصراف عن الولاع لجلالته او لحكومة فلسطين. احنا قلنا لكم سبوكم من جلالته وحكومة فلسطين. احنا عادل مطبقه لكن الجاضة والنيابة بيسحبوا الخونية هادة عليها على مين? على المؤسسات وعلى السلطة الوطنية وعلى افراد الشعب الفلسطين لكن زي ما اقول لكم انه انا جلالته المالك وقمت فلسطين هذا كان لانه الخنون انوضع ايام بريطاني وما زال معمول فيه. تشويق اي شخص من هؤلاء الاشخاص على التمرد. وعلى ارتكاب اي فعل خيانة او التمرد. اه تشويق اي شخص من هؤلاء اشخاص على عقد اجتماع بقصد التمرد او على او او على السعي لعقد مثل هذا الاجتماع. يعتبر انه ارتكب جناية ويعاقد بالحبس المؤبة. تصوروا. شوفوا العقوبة. ما صعب. شوف انت اه. الحين انت متفاكلش بس الكلام المكتوب في المادة. هو المطلوب. يعني اي شغلة بتأدي للمعاني الموجودة في المادة اي خطوات او افعال او اخوال بتأدي للتمرد او لا ارتكاب الافعال او عملت اجتماع بقصد ضمرد انت بتكون ارتكبة جناية بتاخد حبس او التعاقب بالحبس المواضي. اتطلب هدي الجريمة هو في الركن المادي والمعنوي. الى جانب الركن المعنوي العننية. هو السلوك كنا الذي فيه اللي الجاني. السلوك اللي جرامه المتتن وتمتت في تحريض وتحفير. ودفع الجنود على الخروج عن الطاع والامتناع عن اداء الوظيفة. والتمرد. الملاحظة ان المشرع عبر عن نشاط الجانب استعمال لفظ الاغواء والتشويق. الرغم ان هذه الجريمة جاءت تحت عنوان التحريض. على التمرد والعصيان مما يدول انه لم يفرق بينهم. يعني خدوا بالكم ما فيش فرق بين الاغواء والتشويق والتمرد والعصيان. انه لم يفرق بينهم واخذ بالمضمون الذي يشبع بينهم هو الاحماء والدفع نحو ارتكاب الجريمة. يعني انت كتابتها كانت فيها نوع من الاحماء والدفع يعني انت بتطبق عليك هذه تنطبق عليك هذه الجريمة. الرغم انه لفظ الاغواء والتشويق هو التزيين والاستحسان وهذا بخلاف ما دخب عليك المشرع المصر باستخدام حرض في المادة مية خمسة التسعين وخمسة سبعين. المشاريع الفلسطيني استخدم بدل عبارة الخروج عن الطاعة او عن التحول عنده واجبات العسكرية عبارة الامتناع عن اداء وظيفته واننا نصور المشر الفلسطيني كان يخصوص ما ذهب اليه المشاريع المصر بعدم الطاعة والامتناع عن العمل او التحول عن اداء الواجبات العسكرية وما يدلل على ذلك استخدام في اللفظ استخدام في الصخرة با لفظ التمرض وهو المعنى المخصوص من عدم الطاعة. او عدم الطاعة هو التمرض. النص الفلسطيني اختلف عن نصر مصري. عندما ذكر من يوجه اليهم اتحيضهم كما جاء رجال القوة العسكرية الجيش والموليس فهذا بخلافها جاءت من نصر مصري فلم يحدد المخصوص برفض الجنب ولكن واضحا المشرع قصد افراد الجيش في مختلف درجاتهم ورجالهم الشرطة مختلف درجاتهم ايضا. وهذا يطابق هذا يعني انه يطابق بين النصين اما الفرق الواضح بين النصين هو في الموضوع مدي ينصب عليه التحرين في المادة 54 من القانون مطبق في غزة انه يتخذ صور الصورة الصورة التالية اغواء الخوة العسكرية والموليس على امتناع عن اداء وظيفته. تشويخ القوة العسكرية او افراد البيس على القيام بالتمرن او ارتكاب فعالياء الخيانة والخيانة كما جاء بهذا الخنون مادة ساربين وما تفتنيني اعلان الحرب عن الملك. احمد الملك بنقول رئيس. وهذا الموضوع ليس في حال درستنا. اه الدعوة التشويق على عقدة الاجتماع بقصة دمرض. اما المصري دفع الجنود الى عدم الطاعة دعوة والحط على التحول عن اداء الواجبات العسكرية المفروضة. اه انتو بتعرفوا يعني قابل مندن حبص صحفي من مجرد كان يعمل برنامج اه مدير يعني مقدم برنامج التلفزيوني. انه كان يعرف شباب البروعة تشديد كيف يقابل وكيف يعني يروح على الاسلة. وعن اه اللبس وعن المسكن وعن المشرب. اه في في الجيش. اه اعتاجه له الجيش المصري. بتهمة انه اه بحرد الجنود اه او بحرد الشباب على عدم التجديد. وبجرد انه بوضح له من امور يعني. كل وقت دخل العمل العسكري ممنوع حد يحكي فيه وحبسوه. طيب. اه الجريمة هذه تتحقق مجرد تحريض على على الخروج وعدم اداء الوظيفة والتحول على اداء واجبات. يعني المطلوب في هذه الجريمة مجرد الكلام حتى لو لما يترتب على هذا النشاط او نشاط المحرض اي نتيجة. اه القانون قلنا لكم بعاقب بس لمجرد اه التحريض. ويجب ان تقع قلنا عبر وسائل الاعلانيه. يعني عبر وسائل الاعلام. والتحريض يستوى ان يكون مباشر كحتى الجنود او الشلطة على عدم من ضمام الى جهات القتال. وقد يكون. غير مباشر كترويج افكار معينة تؤدي الى العصيان. اه عصيان الجنود. او الشرطة لوامر وتعليمات واسامة وتحول عن اداء واجباتهم. او التمرد. اه الجريمة خطيرة وصعبة. لا شك يعني اي دولة بتحاول يكون بلخص اه قوة العسكرية وقوة الجيش والشرطة بتكون منضبطة. اه. حتى في الدول الاجنبية والاوروبية المتقدمة هذي جريمة اه. او هذي الافعال ممنوعة. اه. لكن احنا نستحسن الكلام هذا لانه نتعامل انه الانظمة العربية رجعية وانه خاطر انه الناس تطلع عليها او تنقلب عليها وتتمرد عليها. لكن بعيدا عن هذا التوجه و هذا التصور. لو احنا بلدنا كويسة ونظام الحكومة كويس. والجيش كويس والشرطة كويس. صراحة غلط. الدعوة. اه. لاجاد عصيان او تمرر. لانه احنا يعني مش البلد اللي تبقى مستخرة ووضع الاقتصاد كويس وفيها دموقراطية. معنيا بالاستقرار مش بالمشاكل. لان المشاكل بتولد اه اه المشاكل بتعمل على قنالكو على عدم اه 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 وجود استطمار اه اجنب في البلد اه بعدم اه خدوم السواح اه بعدم اه الناس بتقدرش تنتج بتقدرش تعمل تقدرش تشتغل الكل بخاف يطلع من بيته تتوقف الحقيقة. فغلط صراحة الدعوة او التحريط اه اه الجيش هو الشرطة على العصيان. طيب الركن المعنوي. قلنا احنا الجريم لازم يكون فيها ركنين. ركن مادو ركن معنوي يعني للعلم. لو ما فيش ركن معنى وما في الجريمة. لازم الاتنين يتوافروا. الركن المعنى هو النية انو انت عندك نية تضر والله ما عندك ايش. ما عندك ايش نية تضر خلاص الجريمة. يعني انت لازم يكون عندك نية اجرامية اه اه عشان الخانون اه يعاقبخ ويطبخ عليك الهذا النص. وهذا متواجد في الركن المعنوي. فاحنا قلنا هذه الجريمة اه بتتوافر اه بتقع او بتتحقق بتوافر القصد العام. وهي من جرام الخطر جرام العمدية. ولذلك يجب ان يعلم الجانب مضمون عبراته وكلماته. لكن لو هو يعني مش فاهم ايش كتب او مش ما يخذ باله. وطبعا هذا القادر اللي بقدر يفهم هذا الكلام انه هو فاهم ولا مش فاهمه من كتباته وطرق ومن تاريخ حياته والاسبقيات تعاته. يعني شاء الله تكتير بقدر يحددها القاضي انه هذا الراجل كان يعني يسعى للتخريب من اه من خلال كلمات ولا اه. اه قلنا لازم يعرف ايش اه كتبه وما معنى عبراته ومضمونها ويجب ان يكون عنده اراضة لنشرها. ما عنده اراضة لنشرها اه ما يبقى هو انسان اه اه يبقى لا اه اذا لا تتطبق عليه اه اه الجريمة او لا يتطبق عليها النص لانه قلنا لكم اهم حاجة يكون عنده علم بعبراته وعنده اراضة لنشرها. ما عنده اراضة خلاص. يا زي ما قلنا واحد راح اخدها وكتبها الكلمات واجه اخدها واحد ونشره وكتبها من زعل زعل يعني بخربش في بيته او على كمبيوتره واجه واحد نشره وبدو شون شون. فاللي نشر هو اللي يعتبر مجرم وتنطبق عليه هذه الجريمة. العقوبة طبعا قلنا لكم هذه عقوبتها خطيرة جدا او كبيرة حيث تعتبر القوم فلسطين الان هذي مقابل الجنيات قلنا الجنيات من من ثلث سنين مطلع فوق يعني مسلا من ثلث سنين اربع خمس عشر مؤبت او اقو مرتكبها بالمحبس المؤبت. اما القانون اه وانا بعتبر يعني صراحة ان هذه الجريمة خطيرة وتتلعم عقوبتها مع خطورة الجريمة يعني أنا مؤين للعقوبة هذه لأنه أحنا أهم حاجة لما تكون بلدنا كويس ومليها وفيها استقرار ما يصيرش فلتان أمنة في البدل فلتان الأمنة هو اللي بيسبب المشاكل والفور في بلدنا وأي بلد بلد ماشي صح فيها اختصار فيها حياة اجتماعية كويسة فيها برلمان فيها انتخابات فيها حياة دموقراطية فيها حياة سليمة أي واحد بيخليق لك كل هذا اللي بنحكي عنه بوقف وصير سن خايف يطلع من بيته وخايف عولاده طيب إحنا نستكفي هذا القدر والمرة القادمة في المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن التحريض على بغض طائفة من الناس أو على الإصراء وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر